اشتركوا في القناة هنكمل مع بعض بقية حلقات تعلم الخضعة السينمائية اخذنا في الحلقة اللي فاتت ازاي نعمل خضعة بسيطة على فيديو سواء احنا اللي عاملينه او جايبينه من عن النت لكن النهاردة الخضعة بتاعتنا مختلفة عن المرة اللي فاتت فيها شغل مختلف وفيها افكار حلوة جدا يعني الاداة اللي احنا هناخدها النهاردة مش بتعمل الفيديو اللي احنا شفناها بس لا بتعمل شغل كتير جدا وموجود على النت بشكل كبير وبتستخدم في افلام كتيرة جدا طيب الاداة اللي احنا اخدها النهاردة اداء اسمها سبر دي عبارة عن ايه ان انا دلوقتي لو انا عايز اعمل على مسلا او اي شيء عايز احدده في الفيديو بتاعي او الصورة بتاعتي او المشروع بتاعي لان مش شرط يكون على فيديو اه المهم ان انا لما بعمل الاداة دي بقدر ان انا اخليها بتطلع اشعاء لاي شيء من شيء لشيء او ان هي بتطلع بشكل محدد وبتتحرك زي ما انا عايز فبتوفر جهد كبير جدا كنا بنعمله الاول يعني الشغل اللي انتو شفتوه النهاردة في الفيديو ده بيتعامل بيتعامل من زمان قبل ما تنزل الاداة دي بس كان بياخد مننا وقت كبير وشغل كتير هو اختصرها بشكل رائع جدا طيب تعالوا نشوف كده حنعملها ازاي حنفتح مع بعض كومبوست جديد وحديف الكمبوست واقول له انا عايز دلوقتي اشتغل على الاداة دي حقول له طيب ضيف هنا solid وال solid مش مشكلة يعني بحطه اي لون انا عايزه بيظهر بالشكل ده وحدخل وانا بنختار solid على قايمة effect وحروح على video copilot واختار cyber فبيظهر بالشكل ده بيديني اتنين اداة اقدر اتحكم منهم في الانيميشن سواء كده او كده طيب هنا الخلفية يعني دلوقتي لو جيت حرك solid وحنقول له خلي الخلفية شفافة حيث لما حرك كده اشوف الخلفية فكده التأثير على الخلفية اه مش ظهر يعني هو دلوقتي solid يعني مغطي عليها فبدخل هنا render setting وبنزل هنا تحت وبختار من هنا اللي هي compost setting بخليها بدل black transparent فحلاقيه كده ايه بيظهر اه بيظهر اه بيظهر مش solid هو اللي ظهر طيب كلام جميل خلي بقى ايه الخلفية غمقه عشان نقدر نشوفها انا دلوقتي بحرك كده الاداة دية سواء كده تحرك كده او كده يعني بوجهها للمكان اللي انا عايزه وليكن ان هي بالطول ده هنا بيديني بعض الطول ان هنا بيقول لي الدرجة الجلو بتاعتي هتبقى قد ايه طيب في عندنا ايه تاني في عندنا اه ان انا عايز اتحكم في size بتاعه يبقى حجم الخط نفسه قد ايه سواء صغير ولا بالشكل ده ده حجم الخط نفسه اللي هو اللي جوه اللي بيد ده لكن الجلول اللي برا دي ممكن اضعيه خالص حسب ما انت عايز دي كده تمام هنخش على هنا على custom core وبيديني هنا بيقول لي ايه بيقول لي في عند start size هنا size من البداية بخليه صغير ولا مية في المية والله اكبر هو عندك لغاية ميتين في المية هنقول له خليه مية في المية طيب في عندنا start offset يعني ايه يعني كده لما ايجا حرك كده يعني هو بيبتدي يتحرك من عند start لغاية الاخر وهكذا طيب في عندنا بيقول لي في end size اللي هو الطرف التاني هنصغر ونكبر بالشكل ده نفس الفكرة بتاعت اللي خدناها في ناحة تانية و end offset اهي ده بيتحلي ايه بقى ان انا فرضا عايز اعمل حاجة اه وليكن هنقول له مثلا عايزين نعمل solid كده صغير وليكن باللون ده نخليه بالشكل ده واكن solid ده هو اللي بيطلع منه شعاع الليزر فحنيجي هنا على الاداة بتاعت cyber وحنقول له ايه انا عايزك ان انت يبقى البداية بتاعتك تبقى كده ويجي عند الثانية التانية الثانية الاولى هنا وانا هنا لسه في الثانية هنقول له خلي اللي هي هشغل هنا علامة الساعة كده انا عملت هندخل هنا على في هنزل هلاقي فيه نقطة اهي بتاعتك تظهر معنا هخش فيه وخش على هلاقي فيه كيف ريم تظهر معنا هقول له انت وانت واقف هنا بقى بالكيف ريم بتاعتك عند الواحد ثانية او خليك عند الاتنين ثانية هنا ابتدي اعمل بتاعتك اطلع بالشكل ده كده لما اقول له هتلاقي بيتحرك بس طبعا اتنين ثانية ده كتير يعني هياخد بياخد كده زمن هو بيتحرك طيب لما قال لكده الزمن اخليه مسلا بالشكل ده واقول له بلاي طبعا كان بيعمل رندر هقول له بلاي تاني فتلاقي اتحرك بالشكل ده السريع فكده انا عملت ايه اتحرك معي بالشكل ده طيب حاجة اقول له انا انا الصولد ده وليكن كان هندوس على حرف البي من الكيبورد عشان يظهر لنا البوزيشن هقول له فعل هنا الكي فريم بتاعت البوزيشن وعند الحركة التانية اللي هي بتاعت بغاية هنا هتفضل ثابت اقول له خليك ثابت هدوس هنا على الكي ده فحيفضل الحركة بتاعته ثابتة من هنا اللي هنا تفضل ثابتة اللي هي بتاعت الصولد ده وبعد كده هقول له اتحرك اللي هنا بالشكل ده وبعد كده اتحرك تاني بالشكل ده فاصبح هو بتحرك معي بالشكل ده طب انا هعمل ايه هنا بقى هاجي وانواقف هنا عند النقطة دي هروح على الاداة دي واقول له اعمل لي كيف ريم على ده وده طب ده فين هو كيف ريم بتاعه في الكور اللي هي ستارت والكور اند هفعل هنا الكيف ريم بتاعتهم عليها تظهر معنا هنا فاصبح بقى فيه كيف ريم ليه للاتنين كور دول هقول له بعد كده طيب انا عند النقطة اللي جاية دي هقول له هنا هدوس هنا على السهم ده فهيروح معي ليه للحركة بتاعي ده اللي هي من هنا الهنا صحيح من هنا الهنا هقول له يروح على الحركة التانية وامسك لي الكور دي وحركها لي هنا والحركة بتاعت الكور دي حركها لي هنا بقيت بالشكل ده وبعد كده روح على النقطة التانية وتحرك تاني هنا وهنا هل هي مثلا بالزبط كده فاصبحت ايه لما يجي حرك كده دي تحركت كده بس هو بيستا بيعمل رندر نحرك تاني اتحرك مع حركة الشكل بتاعنا وممكن بعد كده حاجة اقول له ايه اتحرك بشكل سريع جدا اعمل كده مثلا عند خطوتين ثلاثة كده واعمل لي دي بسا بالشكل ده هتلاقي ايه عملت زي وميد وهتحرك جنب التاني اتحرك لي كده هنعمل بلاي اتحركت كده كده فبقيت تايديني ايه شكل بالمنظر ده تمام ده فكرة الاداة دي لما هنشتغل به ان شاء الله على الفيديو تعالوا بقى نرجع تاني للفيديو بتاعنا الفيديو بتاعنا كان فيه اتنين بيشتغلوا احنا عندنا بقى ايه ده مش واحد بس احنا نشتغل على اتنين طيب هنيجي هنا ونختار نعمل نعمل ايا كان اللون انا بحب دايما اعملها دارك وحنضيف عليها من افاكت بطار سيبر وبقى بالشكل ده هندخل على رندر سيتنج خلاص احنا حفظنا بقى ترانسفيرنت وظهرت معنا بالشكل ده طيب هنبتدي بالشخص ده هنمسك الجزئية دي عند بداية السيف وهنا عند نهاية السيف ده تمام؟ طبعا هو هنا الاداة دي هنا ماشية دي من مشاكل بتاعتها للأسف لان السيف هنا عندنا فيه نحناء بس هو في الغالب المفروض في الاكتر يعني بيبقى السيف مفروض اكتر بس هو ده الفيديو اللي يعني افضل فيديو لقيته وكان كويس يعني عجبني بصراحة طيب بعد كده هندخل هنا نختار افكت ننزل على سيبر ونقول له عند الستارت كور والاند كور فعل اتنين بتوع الكي بتاعت الكي فريم بتاعتها وتعالوا نقرب كده ونشوف احنا هنمشي ازاي نخلي دي بس كده بالظبط كده طيب حاجة اتحرك كده كم خطوة كده اشوف حركة السيف هو هنا فضل يعتبر واقف ما فيش اللي حركة صغيرة جدا هنا ونعمل حركة صغيرة بسيطة جدا فهو يعتبر ايه كان السيف واقف معنا ما تحركش حتى يعني الحركة دي كان مفروض هو ايه كان يبقى فيه هنا النقطة دي والنقطة دي هحددهم الاتنين مع بعض وقول له كنترول سي كنترول في عشان انا باخد من هنا الكي فريمي هيفضل واقف مكانه ما فيش حركة وبعد كده ابتدى يتحرك حركة بسيطة طيب هنيجي كده طبعا اتحركت كده كسير جدا هتحرك كده حركة صغيرة واجيب هنا الجزء ده والجزء ده طبعا لان الحركة هنا عنيفة فهنا بيديك ان الاضاءة حيحصل فيها ايه ايه ان هي بيحصل لها وتتنطش وقت تعالوا نتحرك كده اكتر ونجيب هنا كيف ريم بالشكل ده وكده ونجيب تاني طبعا بمنتهى السهولة ده يعني احنا كنا بنشتغل الاول بماسكو ونضيف له جلو ويبقى قصة هو اختصرها في حاجة بسيطة جدا وبعدين اتحرك معنا بالشكل ده واجيبها من نهاية الحركة بتاعت السيك واجيب دي هنا برضو تمام حنستكفي كده عبدئيتين عشان ما يطولش الفيديو هنجيب كده ايه نصغر الجزء بتاع الكومبوست بتاعنا وحدوس هنا كليك يمين وقول له ترم كومبوست بحيس ايه اعمالي ترم للكومبوست بحيس ان هو ايه الحركة بتاعته لغيت هنا هتلاقوا الحركة كده لما نيجي نشغل هنلغي الصوت زي ما انتم شايفين الحركة تبدو طبعية جدا مع حركة ايه السيف تعالوا نيعمل بقى ايه الادات تانية هنعمل كومبوست تاني نقول له اوكي وهضيف طبعا حفزنا خلاص هدخل هنا على ونختار ونضيف هنا في الجزء ده وبالجزء ده في ناس هتقول لي طب انت هنا عامل الاتنين زي بعض ومش مختلفين ولا حاجة طيب احنا دلوقتي هنبتدي نعمل ايه؟ هنختار برضو هندوس حرف طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هندخل هنا على بتاعنا ونتشغل برضو ايه؟ وكده انا ايه؟ هبتدي اتحرك واحدة واحدة اشوف الحركة لنظامها بفضل لو لقيت ان الفيديو تقيل معاك او ان انت مش عارف تتحرك ممكن تقول له هنا شغل اوتو بحيس ان ايه؟ البرنامج لوحده بيشوف هل الجهاز دلوقتي مستوعب ايه؟ والفيديو هل تقيل ولا لا؟ فبيشتغل هنا على الدقة اه اللي بتسمح ان انت تقدر تشوفه في ناس الوقت ما يبقاش تجيه لعدمك هتحرك كده لغاية مشوف هو ابتدأ ايه يتحرك فين؟ ابتدأ يتحرك من النقطة دي تمام كده اللي جاية هنا وهقول له دوس هنا وهنا كده انا عملت ايه زي نفس النقطة اللي هنا طالما انا ما عملتش كي بعديها يعني انا طالما ما عملتش كي بعد الكي ده يبقى انا اقدر ادوس هنا حياخد نفس اخر نقطة هو كان شغال عليها واتحرك لقدام ابتدأ اشوف اه اتحرك من هنا ابتدأ ادوس هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب وكده عايقون خلصنا الحركات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين خلصت معانا الحركة بالشكل الجميل قوي ده لكنهم بيحربوا بسيوف ليزر طيب انتوا شفتوا في الفيديو ان كان الحركة بتاعتنا كان فيه الوان مختلفة وشكل مؤثر مختلف. تعال نمسك مثلا نمسك السيف الاولاني اللي هو ده. وحندخل هنا في قائمة سيلكت وحنختار من هنا بيديني يعني اشكال كتير اقدر ان انا اضيف اللي انا عايزه. فحنختار مثلا الشكل ده. ده مثلا عامل زي الالكترك ان هو بتحرك بالشكل ده. وممكن اغيره يبقى بالشكل ده. وهكزا بيديني حاجات كتير جدا في هنا تانية. ده زريف او برضو وفيه لو��نا عايزها تبقى عبر على النار عما يحارب بالنار بتاعته وهكزا. حنقول له مسلا احنا عايزين ده يكون نخليه بالشكل ده تبقى ظريفة. ونيجي على التانية. هنقول له خليها تبقى بالمصدر ده. تعالى ندوس زيرو. هتدي بيحربوا مع بعض بالشكل ده. بالنسبة عندنا لما الفيديو اللي انت شفتوه. طيب في ناس هتسألني انت عملت الفيديو بتاعك كان عبارة عن في حركة واصوات طبعا كل فيديو بيبقى بيحتاج مش مؤسر بصري بس بيحتاج مؤسر صوتي عشان ابتدي حس بيه يعني مش ان انا اتنين بيتحركوا كده مع بعض او واحد بيعمل خدعة معينة او حركة معينة لازم معها مؤسر صوتي المؤسر الصوتي دوت بيبقى عبارة عن اه انت بتنزل افكت صوت يعني بيبقى عبارة عن صوت بس بنسميه افكت صوت يعني بيبقى خطة رنة اي حاجة دي اسمها مؤسر صوتي فانت بتيجي وبتضفها على المكان اللي انت شغال فيه اه سواء بعد ما بتطلع الفيديو اه يعني الصح اساسا انت بتعمل هنا الشط كخضعة بصرية وبتطلعها من هنا وبتبعتها مثلا البريمير او اي برنامج اتتنك وبتضيف المؤسر الصوتي هيبقى اسهل طبعا هناك هنا بيبقى اصعب شوية اه بس ده لا يمنع ان انت ممكن تضيف المؤسر الصوتي هنا كمثال انا دلوقتي لو دخلت واختارت هنا في كان عندنا اتنين مؤسر صوتي مسلا او ناخد اي واحد من دول وجيت هنا اضفت المؤسر الصوتي ده هدوس هنا لويف اه لا ده مؤسر صوتي بس متعدد يعني فيه اصوات كتير جواه بس هي هي بس متكررة بشكل معين فما يجي دوس بلاي ضبرا زي حديد كده بيخبط في بعضه بس ممكن ينفع ان هو يتحط للسيوف فبا يجي مسلا واقول له ايه هاتلي المقطع ده من هنا الهنا وهقول له اه عايز اقطع الجزء ده يعني يبقى الحركة بتاعتي لغاية هنا طب انا مش قادر اجيب النهاية يعني اما بيجيب النهاية يقدر اتحرك بالشكل ده مش قادر اجيب النهاية التانية هدوس على الت مع حرف الدال حلق ايه يقطع بالشكل ده ممكن ايه اتحرك سنة كده يبقى انا كده ايه ده المقطع الصوت طبعا هنا يعني ان انت تضيف صوت اه على فيديو في الافتر افكت بيبقى يعني مش بالسهولة اللي انت متخيلها اه لكن لما بتضيفها على ادوب برمير او غيره ممكن نبقى نعمل حلقة عن اضافة الافكت والاصوات وازاي بعمل خلفية صوت بيح نبقى نعملها ان شاء الله بس احنا الاساس بتاعنا بنعمل خدعة نفسها اه طيب انا حيجي انا عند الحركة مسلا هم وقفين وقفين وهيبتدي اول ما يخبطوا كده ببعض هجيب هنا الصوت في الجزء ده ليه الرنت الصوت هتبقى اهي بالشكل ده واحيانا الصوت بيزبق الصورة سنة او العكس يعني عشان تحس بالصوت مش بيبقى بالزبط في المكان اللي في الخبطة ساعات بيزبق عشان تحس بيه ده حسب تكوين الحركة مع الصوت وحنيجي بعد كده في خطة هنا هنقوم مقررين الصوت ده هقرره ازاي هدوس دي هيتقرر معايا واجه هشوف كده هفتح دي طبعا حاجة يعني مملة ان انت توقع تفتح كده وتوقع تبص كل واحدة مكانها فين وتحدد طب انا عشان احل الحتة دي وبقى ما عنديش مشكلة بدوس هنا كليك يمين اه بختار هنا هتضاف هنا دي مكان حركة التأثير نفسه تمام فحتبقى بالشكل كده انا عرفت ان التأثير بتاعها بيبقى هنا مش مش محتاج بقى ان انا افتح خلاص معايا الحتة دي هاجي عند الخطة دي وهياخد هنا كونترول دي كوبي وهضفها هنا بالشكل بقى ان هو هنا ايوة الحركة كانت بتاعت الصوت هنا بالزبط خبطه في الحتة دي وهنا صد ضربة اعمل الحتة دي هاخد نسخة واحضفها هنا نيجي نعمل بلاي بقى هتلاقوها بالشكل دي ودي نفس الحكاية اللي بتتعمل على اي حاجة على اي اجدعها فيلم موجود في السينما بيتعمل بالشكل ده بالافكار البسيطة دي طبعا كل ما ده بيحصل تطور للشغل بتاعنا اه طبعا انا عايز هنا لما بيجي يتحرك اه هتلاحز ان فيه اضاءة بسيطة هو ما فرها لنا البلاجين ده بالجلو اللي هو عاملها بتيجي على شخصية الشخص ده طب ساعات بيحصل بقى ان فيه نقط نار ممكن تقعها كهرباء بتطير يحصل رزاز كده اه افكت معين كل الحاجات دي بتتراعها في الفيلم المشهد رغم انه صغير جدا بس بتعمل فيه شغل كتير قوي مش مش يعني ما تستهونش بالمجهود الناس اللي قائمين على اي فيلم بيعملوا مجهود جبار جدا بيبقى تيم كبير جدا شغال ورا الفيلم ده عشان يطلع المشهد اللي بيظهر في سانية قدامك ده بيبقى وراه مجهود كبير جدا اه محدش بيعمل كل حاجة في الفيلم كل واحد بيبقى متخصص في جزئية معينة يعني انت حتتخصص في الايفكتات اللي زي بتاعت اللي احنا شغالين فيها النهاردة وبتعمل اشعة وحد بيطلع كهرباء من ايده حد بيعمل نار مش عارف ايه دي بيبقى حد مسؤول عنها وساعات بيبقى تيم هما المسؤولين عن الجزئية دي وهكزا وفي ناس تانية بتبقى شغالة على التكسيرات والحاجات اللي فيها دايناميك التصادمات كل الحاجات دي بيبقى كل واحد مسؤول عن جزئية بيشتغل فيها احنا هنا في الكورس بتاعنا حدى اغلب الحاجات اللي بتستخدم في السينما سواء بارة او عندنا في مصر او اي مكان ربنا قدرنا ان احنا من نسيبش خضعة من المعروفة ونقدر نعملها على الكمبيوتر هنعملها لكم باذن الله ان شاء الله ستنونا كده في الحلقة الجاية وما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا جرس تنبيه عشان يوصل لكم كل جديد. الى اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم.